السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمر بدورة قراءة التحليل الطبية واليوم أنا عنصر الزينك بحث إذا سويت لتحليل طبي وطلعت النتيجة فشون تعرف أنه زايد يعصير ارتفاع بعنصر الزينك أو الخفاض بعنصر الزينك شنو بالأصل هي فوائد عنصر الزينك شنو هي النسبة الطبيعية وأسباب الارتفاع والخفاض والأعراض وأعراض الزيادة والنقصان والمصادر الرئيسية وأيضا المكملات الغذائية ذات الجودة العالية من هذا العنصر أول شيء بالنسبة لفوائد عنصر الزينك تقريبا تقريبا ربع سكان العالم لديهم نقص في عنصر الزينك فنستعرض أولا هنا ما هي أهم فوائد عنصر الزينك أولا مسؤول على القوة الجنسية بحيث يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويقويها وبالتالي هو بشكل عام مقاوي للخصوبة ثانيا مسؤول عن أو يقوي الجهاز المناعة جهاز المناعة وأيضا يكون مضاد للفاروسات وبالتحديد يقوي الجهاز المنفاوي والطحال وينظم إنتاج الخلايا في الجهاز المناعي للإنسان ثلاثة يعطي للشعر رونق وأيضا يغذي البصيلة أربعة يدخل الزينك في عمل أكثر من 300 أنزيم أو مساعد أنزيم كما أنه كما أن عنصر الزينك مهم لبعض العمليات الحاوية خمسة يساعد الزينك في عملة الأيض الخاصة بالمغذيات المختلفة ستة يساهم الزينك بشكل كبير في تعزيز صحة الجلد والأخشية المخاطية ويضا بدوره يساعد على عمليات التهاب الجروح سبعة الزينك مسؤول عن جين الصلع في رند الرجال أيضا مفيد لبطانة الأمعاء ورح إن شاء الله نتكلم على أحد المكملات الخاصة ومدى علاقة رتباط الزينك بالأمعاء إذن مفيد لبطانة الأمعاء تسعى يقلل من اعتمالة الإصابة بنزلات البرد والفلاونزة عشرة مفيد لترطيب الجلد داعش مفيد للحماية من أشعة شمس ضارة اثناش يساهم في علاج الإسهال وأيضا يقلل من أعراضه مفيد لمرضى السكري يقلل من لصابة بالسرطان يحسن من صحة الجلد يحسن من صحة القلب يرعب دورا في التواصل التواصل العصافي ما بينها وبالتالي يعزز من قدرات التعلم وذكاء يحفز على بناء هرمون التستيرون الهرمون الذكري اللي هو أحد أشهر أنواع وأشكال الأندروجين الهرمون الذكري تساطاش يعتبر أفضل من فيتامين سي في تخفيف أعراض نزلات البرد وهو الفلاونزة وكذلك يقلل من فترة الزكام عشرين يحافظ الزنك على سلامة الجلد على سلامة الجلد وبنيته ويدخل في تكوين كريمات الجلد التي تستخدم لعلاج الطفح الجلدي والتهيوجات البشرة كما يحفز التهام التآم الجروح والتقرحات عن طريق التخفيف من الالتهاب ويمنع نمو البكتيريا واحد عشرين يحمي الزنك من تضرر خلايا شبكة العين مما يؤخر من أصابة الشخص بضعف النظر والتنكس البقعي المرتبط وتقدم في العمور الذي يعبر عنه اختصارا بالAMD هذا تقريبا أهم أهم وضعف الزنك الموجودة إن شاء الله في الفيديو القادم سنتعرف على النسبة الطبيعية وأسباب الانرخفاض وأسباب الارتفاع